أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على تحويل امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية سيبة من اختبار الربحي إلى اختبار وطني من جهة أخرى اعتمدت وزارة التربية والتعليم أسماء أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من المواطنين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية الخمس إلى التفاصيل اعتماد 16 ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر طالبا وطالبة من المواطنين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية الخمس وفي جامعة محمد الخامس أكدال كان العنوان الأبرز في حفل توقيع اعتماد المقبولين والذي جرى في مقر وزارة التربية والتعليم هذا وقد بلغ عدد المقبولين في جامعة الإمارات ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعين طالبا وطالبة وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين في كليات التقنية العليا وألفا وسبعمائة واثنين وخمسين في جامعة زايد وألفا وستمائة وثلاثة وعشرين في مؤسسات مركز أبوظبي أكتيفيت وخمسمائة وتسعة وعشرين في جامعة خليفة واثنين وعشرين طالبا وطالبة في جامعة محمد الخامس بينما بلغ عدد المقبولين في البعثات الخارجية والمنح الداخلية أربعة وسبعين طالبا وطالبة وزير التربية والتعليم هنأ الطلبة المقبولين كما وهنأ معال الدكتور أحمد بن عبدالله ميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي الطلب الذين استكملوا مرحلة الثنوية بنجاح مؤكدا أن الوزارة ستقدم لهم كل أوجه الدعم والإرشاد خلال المرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية والأكاديمية عبر جهات الاختصاص داخل الدولة وخارجها لافتا إلى أن تضافر هذه الجهود على مستوى القطاع الحكومي سيكون له أثر إيجابي على إعداد خريجين في مختلف الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل على المدى المنظور